تعالوا اروح ليه الحكومة اللي عقد الاجتماع مؤخرا في مدينة العالمين الحكومة كان لها قرار من حوالي شهر كده الى ان الموظفين يعملوا الحكوميين اونلاين كل يوم احد حتى نهاية شهر اغسطس ثم الحكومة اصدر قرارها بخلاص الشهر خلص هنلغي هذا المشروع ثم هنعمل ايه يا رجالة العمل يرجع زي مكان هيرجع ايه ان احنا نشتغل من الدواوين الحكومية يعني خلاص كده من الحد الجاي هنرجع نشتغل من الدواوين الحكومية ايه نعم ده كلام الحكومة عاوز بقى ايه احد من السادة المسؤولين اكيد الحكومة لما خدت القرار ده خدته بناء على قياس نتائج هذا الشهر اكيد ما خدتهش اعتباطي خدته قياس نتيجة طيب احنا عايزين نعرف قراءة عامل نتيجة هل العمل تأثر في الدواوين الحكومية هل العمل ما تأثرش يعني عايزين نشوف الكلام ده طب ليه طب ليه الناس ترجع للدواوين الحكومية ده العالم كله دلوقتي بيتجه الى فكرة ان الموظفين يعملوا اربع تيام بدل خمسة مثلا شوفنا حاجة زي الامارات مش معنى ان حاجة طبقت بره تنفع جوا قد يكون لدى الحكومة وجهة ناظر طبعا اخرى يعني بس انا وجهة لازر يعني ان انا اتمنى اجد من السادة المسؤولين بعد اعادة الموظفين مرة اخرى للعمل من داخل الدواوين الحكومية يعني بيان يوضح الدراسة دي اللي استمرت شاه اخبارها ايه تأثر عمل بنسبة كم في المية هل الانتاجية زادت ولا الانتاجية قالت لان ده هيوضع ايضا للمسؤولين اللي جايين بعد يعني بعد كده يعني فايه المشكلة ان احنا نعلن ده على الرأي العام لا تعليق طبعا على قرار الحكومة لسبب بسيط هي شايفة ده ورأي ده وان كان انا بقولك ان اغلب الناس في العالم دلوقتي بتتجه الان يكون العمل اربعة ايام